لكن أنا عايز بس أقول لحضراتكم إن التنمية اللي حصلت هي مش مجرد مداني والحي الحكومي اللي احنا موجودين به اللي كان مقصود به ويمكن ده كان توجيه فخامة الرئيس وقالها احنا مش بننتقل جغرافيا احنا مش بنعزل احنا عايزين يتوازى مع إنشاء هذا الحي الحكومي أن يكون هناك تحديث كامل في منظومة العمل الحكومي وبالتالي من أول لحظة وكان يمكن ده هو التحدي الكبير التحدي مش إنشاء المنشآت التحدي كانت فكرة إزاي رقمنت وحوكمت العمل الحكومي وإزاي ندخل نظم جديدة تماما احنا كدولة ما كنش بننفذها قبل كده والأهم إن احنا نبدأ في تدريب وتأهيل الموظفين اللي حينتقلوا هنا علشان يبقوا قادرين إن هم يتوكبوا مع المستكدات والرؤى والأهداف اللي احنا عايزينها لدولة حديثة هو ده التحدي الكبير اللي احنا شغالين عليه عشان كده يمكن على مدار هذه الفترة كان العمل مش فقط في المنشآت لكن العمل فيها بنية أساسية معقدة فيما يخص الاتصالات ومنظومة إدارة النظم والمعلومات وربط المدينة كلها إنها تبقى مدينة ذكية وبدقول دي مدينة من مدن الجيل الرابع يعني معناها المدن الحديثة والمدن المستدامة والمدن الذكية وده شيء شديد التعقيد لإن ده فقط مش مباني خرصانية ولكن نظم حديثة إحنا ما كناش متعودين عليها كدولة مصرية فابتدينا نطبقها هنا وفي كل المدن الأخرى ويمكن إنبارح كان فيه عرض لمجموعة المدن الجديدة الحديثة للدولة المصرية النهاردة بتنشئها فالنهاردة العاصمة هي واحدة من هذه المدن فده تحدي كبير جدا لكن التحدي الأكبر هو أداء الموظف لما هيبدأ ينتقل إلى هنا وإزاي إنه هو حتى كنا بنقول إنه هو النظام العمل اللا ورقي ما يبقاش عندنا بقى ورق ورق ورايح ورايح وورق جاي والكلام ده وإنه هناك يبقى فيه منظومة متكاملة من العمل الكلام ده طبعا جهد كبير جدا وبرضو عايز أقول لحضراتكم الكلام ده برضو مش هيحصل في يوم وليلة إحنا حنفضل نشتغل على هذا الموضوع إحنا صحيح النهاردة عملنا أول اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة الإدارية ويمكن كان توجيه فخمت الرئيس إنه لازم اعتبارا من ديسمبر نبدأ إجراءات الانتقال فكان فيه يعني إصرار إنه إحنا نعمل قبل نهاية هذا العام أول اجتماع جوا العاصمة الإدارية الجديدة ولكن إحنا لسه حنبدأ وما زلنا وبدأنا عملية الانتقال التدريجي لأن هذه العملية هتاخد لها لسه وقت إن إحنا المباني كلها ما زال هناك لسه في الملاحظات وما زال لسه التشغيل التجريبي وإزاي الربط الشبكي ما بين كل المباني وبعضها البعض ده لسه بياخد وقته والتدريج ومش بيظهر غير مع العمل يعني إحنا ممكن نبقى مركبين كل حاجة لكن لما يبدأ التشغيل تبدأ يظهر عندنا بعض التحديات فنتعامل معاها فده طبيعي جدا في أي شيء النهاردة إحنا حجم بهذا الحجم بيحصل فإحنا الحمد لله يعني المهم إن إحنا بدأنا وإن شاء الله يمكن يعني كان الاتفاق مع زملائي في مجلس الوزراء إن حيبقى الفترة الجاية العقد الاجتماع حيبقى بالتبادل إسبوع هنا وإسبوع في المقر القديم بحيث يبقى على الأقل إحنا متواجدين كمجلس وزراء هنا مرتين في الشهر تدريجيا لغاية لما نبدأ طبعا الاستقرار الكامل في الفترة القادمة ويبقى الانتقال الدائم إن شاء الله للعاصمة الإدارية ترجمة نانسي قنقر